كلنا عارفين أن الصوت هذا هيبه من ربنا سبحانه وتعالى و أنه الكل هو دائما يشتغل على مواطن القوة عنده و يطور فيها و يحسنها لما ما شاء الله تبارك الله يعني ربي يفتع عليه و أنت من يوم ما تولد إلى أن تلقى الله و أنت تتعلم و تزيد تطور و كده فسبحان الله أنا من الناس اللي يعني أهتم جدا بالكلام أي سلام يعني أنا ممكن ناس كثير يقول أنت ما تنزل عمال كثير ترى أنا من أسباب أنه أنا ما أنزل عمال كثير موش بس المادة يعني برضو من الأسباب عندي أنه أنا ما أنزل عمال كثير ترى الكلمة أنا أهتم مرة الكلمة يعني صدقي يعني الآن ممكن نحن في زمن قليل ترى يقول لك لما تجي تقول لواحد و الله أنا أهتم من الكلمة يقول لك أخذ لك أو يقول لك هيا شوف بالله موسوي لي فلان أو فلان لكن لا أنا من الناس اللي أهتم مرة بالكلمة و دائما دائما أدور على الكلمات اللي يعني تكون قريبة مني فحتى أنا غالبا المواضيع اللي أنا بأنشدها بختارها أنا يعني ما بخلي مثلا الشاعر أو يجي يقول لي أخذ هذه الكلمات أنشدها لا يعني مثلا زي نشيد تجري الدموع أنا طلبت أنه النشيد يكون عن الأمل يا سلام مثلا نشيد آتن إليك طلبت أنه يكون مثلا عندي حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى فهذه الأشياء أيضا لما وأيضا سويت اللهم لكن أعمل عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهرجان القدوة و كان طبعا من الحانة كابو نغم يا حبيبي فأنا من الناس اللي يعني أبحث عن الكلمة اللي حتقويني أنا في العمل ممتاز الكلمة مهمة جدا وهي الغاب